اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا وحلقة جديدة على قناة اي جي نرسولوجي ليه ما ينفعش نبدي لأي طفل عمره اقل من 3 سنين في عضرة المؤخرة مبدئيا في حاجة اسمها صياتيك نيرف وده العصب المسؤول عن حركة الطرف السفلي بيبقى موجود في منتصف المؤخرة عشان كده في الكبار بنيبدي في الربع العلوي الخارجي في طفل حديث الولادة مشكلة صياتيك نيرف بيبقى مكانه مش محدد هل هو في النص ولا يمين ولا شمال عشان كده بنيبدي في عضرة الفقد ونقسمها 3 ربع ونختار الربع اللي في النص ونحقن في الجزء الخارجي يعني ده مكان الحق سؤال لو انا حقنت في عضرة المؤخرة ايه لا هيحصل هيحصل التهاب وصديد في مكان الحق وبيقصر على حركة الرجل وبس كده يارب بتكون انسفدت من الحلقة بتنساش تعمل لايك وشير للحلقة وتشترك في القناة لو لسه جديد عشان تفضل ايجي النيرثولوجي تبسط اللي ما تبسطش سلام اشترك في القناة لو لسه جديد